النيابة الإدارية أمرت بأحالة أربعة متهمين من العاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العجلة وده على خلفية التزوير مما كان من شأنه الإضرار بالمال العام مما بالغ قدرت بما يجاوز مليون ومائة ألف جنيه قيمة رسوم جمركية نيابة بورسعيد القسم الثالث كانت تلقت بلاغ الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بشأن طلب التحقيق وتحديد المسئولية في المخلفات اللي شابت كشف ومعينة عدد من البيانات الجمركية ووجود عجز وزيادة في مشمول البيانات الجمركية ترتب عليها استحقاق فروق درايب ورسوم جمركية قدرت بما يزيد عن مبلغ مليون ومئة ألف جنيه